خلينا نقول العلاج على نفقة الدولة مبدأين بيتطبق على مين؟ هو العلاج ومين محروم منه؟ فضل العلاج على نفقة الدولة هو نظام هدفه الأساسي تغطية نفقات العلاج لمن ليس له أي مظلة علاجية تدفع عنه نفقات العلاج أي مظلة؟ أي مظلة علاجية سواء كانت التأمين الصحي اللي هو موجود حالا بشكله الحالي أي وده بيتبعه قطاع كبير من العملين في الدولة أو أي كان نوع المظلة العلاجية الأخرى لو كان التأمين صحي خاص مثلا بيخرج من هذه التغطية القوات المسلحة والشرطة يعني باختصار دول بس اللي بيخرجوا؟ لا بيخرجوا بالإضافة للمغاطة تأمينيا بالتأمين الصحي أي أو التأمينات الخاصة زي النقابات والهيئات الخاصة اللي ليها مظلات علاجية تمام فعشان نحقق مبدأ المساواة في الناس اللي هي غير مؤمن عليها في أي نظام تأميني غير موجود أي تتمتع بخدمة العلاج على نفقة الدولة بنتكلم في كام مليون مواطن؟ يعني حوالي 45 مليون مواطن 45 مليون مواطن؟ تمامي دول أكيد كلهم بيتم علاجهم على نفقة الدولة أو طبعا إنما الحصيلة دي اللي من حقها إنها تتعالج على نفقة الدولة بالضبط زي ما هي بتقولي هم دول اللي من حقهم العلاج أي لكن طبعا يعني الحمد لله مش كلهم دخلهم إيه يا فندم؟ مش كلهم كل شرائح المجتمع كل شرائح المجتمع من أول العمال الفلاحين أصحاب المهن الحرة أي اللي غير مؤمن عليهم أي كل من ليس لهم مظلة علاج بتعرفوا منين؟ يعني المريض اللي بيطلب إنه يتعالج على نفقة الدولة تمامي بتعرفوا منين؟ إنه هو مش خاضع لأي نوع من أنواع المظلة بداية يعني لازم نفهم تطور العمل في المجالس تمامي عشان نعرف إزاي وصلنا النهاردة إن أنا بقى عندي قاعدة بيانات تكفي وتسمح تديني المعلومة وصلتوا لقاعدة بيانات طبعا